موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف عنوانة العربي الجديد عودة الانشقاقات إلى الجيش السوري خمسة وثلاثون قتيل للنظام وحزب الله في القلمون برفي دمشق جومبلاط يحيي من الإليزي الموقف الفرنسي من سوريا أزمة اليسار العربي الشيوعيون السوريون انشقاقات لا تنتهي النصرى تهاجم غرب السويداء والنظام يكثف براميله المتفجرة منتدى موسكو اثنين دعوة ستة وعشرين معارضا والنظام السوري مستاء فلسطينيو الداخل يكسرون حصار الأقصى خامن اي أمريكا بحاجة شديدة للمفاوضات النووية معنا الأردن توقع على تشييد أول محطة نووية الشهر الجاري أما في القدس العربي تقرير حقوقي مقتل أكثر من خمسة ألاف أم سورية خلال أربع سنوات توحد اثني عشر فصيلا للجيش الحر بشمال سوريا تحت مظلة جبهة الشام خامن اي الولايات المتحدة تريد تأليب الإيرانيين على الحكم الإسلامي روحاني وجهات نظر مشتركة في الجولة الأخيرة لمفاوضات النووية الجيش المصري يعلن تدمير مائة واربع وتسعين فتحة نفق على شريط الحدودي مع غزة وريقات تصريحات نيتنياهو الأخيرة تعبر عن موقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة الحقيقية وجلان يدعو بيكيكي مجددا لعقد مؤتمر لإقرار التخلي عن السلاح أما في الشرق الأوسط فقد جاء لهذا اليوم أيضا الاتلاف السوري يعتذر عن المشاركة في موسكو اثنين الأكراد يحتجدون في تركيا لسماع كلمة أوجلان لقاء أمريكي أوروبي في لندن لبحث الشأن النووي الإيراني التفجيرات تهز صنعاء وتعز على وشك السقوط بأيدي الخطيين أما وكالة أنباء الأندول فقد تعنون فيها أيضا توقف الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية إثر مغادرة لمبغوث الأممي جمال بن عمر صنعاء بشكل مفاجئ اليوم رئيس جورجيا السابق روسيا تسعى لإعادة تأسيس الاتحاد السوفيتي أوجلان المسجون مدى الحياة يؤكد ضرورة عقد منظمة بيكيكي مؤتمرا يتناسب مع روح المرحلة لإنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا ارتفاع حصيلة قتل الهجوم على احتفال نيروز في الحسكة السورية إلى سبعة وثلاثين مائة وثلاثة وعشرون ألف سوري طلبوا اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي العام الفين واربعة عشر موقع هابرلار التركي جمعية سورية ستمائة واربعون ألف شخص يعيشون في المناطق المحاصرة قائد القوات الأمريكية في العراق سابقا ديفيد بيترايوس الميليشيات الشيعية تهديد أخطر من تنظيم داعش أكراد سوريا يلغون احتفالات النيروز بعد التفجيرات الحسكة الأم عيد لفظه اللجوء من حياة اللاجئات السوريات صحيفة العرب القطرية نشرت مقالة لنورا لمسيفري بعنوان يوم تقدير الأم تقول فيه الكاتبة بأن شهر آذار يحمل معه يوم التقدير للأم والذي اصطلح العالم على أن يكون يوم الواحد والعشرين منه قد يتفق البعض عليه ويختلف البعض الآخر حوله ولكن يبقى يوما جميلا يحمل معاني أجمل الأم التي كرمها الإسلام تكريما فاق كل القوانين الوضعية بأن جعل الجنة عند أقدامها وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا مؤكدا مكانتها الجليلة ومنوها عن أهمية برها وطاعتها وحسن صحبتها جزاء وفاقا لما قدمته وتقدمه لأولادها دون من أو ذا تولد مشاعرنا نحوها قبلنا فالتكوين بداخلها مباشرة بالقرب من قلبها شكل عواطفنا الفطرية نحوها ولا يضل عن ذلك إلا معتل الفطرة فقير الشعور إن الأم ما تكريم للمرأة وتاج أنوثتها ومن لا تحصل ممارستها عليها أن تعيد النظر في ذلك لأن عواقبه وخيمة خاصة في شيخوختها حيث تكون في حاجة ماسة للبر وحسن الصحبة كما على الأبناء الحرص على خطواتهم نحو الجنة بحسن صحبة الأم وتقديرها دوما وليس يوما وإلا سيعيشون نفس المواقف لاحقا لأن عقاب عقوق الوالدين دنيوي قبل أن يكون أخرويا لهذا كان الواحد والعشرين من أذار يوما لتقدير الأمهات يذكر المقصرين بتقصيرهم في حق هذا المخلوق الجليل المسمى أمما ويحثهم على تقديرها بلفتة تسعد قلبها المفتوح دائما المتسامح أبدا فلا تتكبر عليها وخذ لها هدية ملفوفة في بطاقة ترصد شكرك وامتنانك لها وتصف تقديرك لعطاياها المتوالية ستدخل السعادة إلى قلبها وهذا في حديثاته هدف سام خاصة إذا كانت أرملة تعاني فقد شريك حياتها لأن حاجتها للمشاعر مضاعفة أما إذا كان شريك حياتها والدك على قيد الحياة فلا تنسه من التقدير فذلك يسعدها أكثر ويصبح أجرك أكبر وخالص الدعاء للبرراء الذين يواظبون على تقدير أمهاتهم طمعا فيما عند الله عز وجل من حسن الثواب وعظيم الأجر صحيفة القدس العربي نشرت مقالا لنور ملاح بعضوان بين خلع الحجاب وفرضه بالإكرة المرأة السورية في عين العصفة للحفاظ على الهوية وتشير الكاتبة فيه إلى أنه في مدينة غاز عينتاب التركية نشأ تيار يسعى للتحرر من الدين وكافة واجباته المعروفة بالضرورة بوصفها أحد أسباب الجهل والتخلف والرجعية ويجدون مبررهم في سلوكيات الجامعات المتشددة كتنظيم الدولة والنصرة في قمع الحريات وإجبار النساء على الحجاب وإجبار الرجال على الصلاة ووصلوا في إنكار التطرف إلى إنكار شعائر الدين الإسلامي جملة وتفصيلا يغذي تلك النزعة ويساهم في انتشارها حركة نسائية أخذ بالتنامي لخلع الحجاب وتركز تلك الحركة النسوية على واقع حقيقي يقوم على فكرة مظلومية المرأة وسيطرة ثقافة المجتمع الذكوري واعتبار الحجاب جزءا من فرض سيطرة النظام الأبوي المتسلط والقمعي وفي آخر طريق الثورة على الظلم المجتمعي الأكيد يثرنا على الدين جملة وتفصيلا ووصل الأمر في بعض الحالات إلى التطاول على الذات الإلهية ووصفها بما لا يلق فالحرية بحسب فهمهم هي التحرر من كل شيء فالمرأة حرة بشعرها تظهره أو تخفيه هذا شأنها ولا داعي لأن يتدخل الله في ذلك والمرأة أيضا حرة بجسدها تهيبه لمن تشاء ولا شأن لأحد بها كما تقول إحدى الناشطات وتضيف ناشطة أخرى هذا واقع لا أستطيع القبول به رغم تحرري أشعر أننا أصبحنا أشبه بالحيوانات والمؤسف الأمر أن كثيرات يضطررنا للردوخ لهذا الواقع الأليم وتتابع حديثها هذا التيار أخذ في التصاعد بين اللاجئين السوريين في البلاد الأوروبية بشكل عام وليس في غاز عين تاب فحسب يغذيه الرجال كما تغذيه النساء ويغذيه من خلف ستار تمويل ودعم غربي لا محدود لأي دعوات انقلابية على الدين الإسلامية وتسهيلات وامتيازات كبيرة تمنح لهؤلاء النسوة ولتيارهن الفكري ولذلك فإن تجريد المرأة والأسرة من طابعها الإسلامي وإلباسها كسوة غربية دخيل مقطوعة الجذور مع أصلها وهويتها وأحد مطامح أعداء سوريا لتذوب الهوية وتنسى القضية وتتابع ناشطة أخرى على ضفة الأخرى نجد تطرف في فهم الدين وتفسيره في سلوكيات تنظيم الدولة وما قبله متجلياً في ذلك الضغط المجتمعي للالتزام الشكلي بالشعائر دون فهم للرسالة منها وهدفها والحكمة من وراء كونها جزءاً من الالتزام الديني بل وفرضها بالإكراه الذي يصير أحياناً إلى استخدام قوة السلاح وتختم الكاتبة بالقول يقع على عاتق المرأة السورية في البلاد الأوروبية الحمل الأكبر في حماية نفسها وأسرتها ومعتقداتها في ظل هذه التحضيات الهائلة التي تواجهها حتى لا تذوب وتفقد العقيدة أو تضيع الانتماء فأمل سوريا اليوم بل المنطقة تحمله على عاتقها تلك النساء التي سيربين جيل الغد والذي إن نشأ مدركاً لهويته وثوابته فسيقف في وجه مطامع كل أنظمة الاستبداد والقمع والتصلط نشرت صحيفة ديلي تيلغراف البريطانية موضوعاً بعنوان في مرتفعات الجولان راية الدولة الإسلامية تقريب الجهاد من الباب الخلفي لإسرائيل الموضوع الذي كتبه ديفيد بلير من نقطة مراقبة حدودية إسرائيلية في القنيطرة ويقدم في بدايته وصفاً للموقع حيث يقول بلير إن المطل من الموقع الحدودي المرتفع على بقية السهل يرى عدداً من القرى السورية متناثرة في الأفق ويستطيع أن يرى بوضوح انفجار قضيفة هاون أو مدفعية كل دقيقة تقريباً ويوضح بلير أن هذه النقطة توفر للجانب الإسرائيلي موقعاً هائلاً للرقابة حيث يوفر ارتفاعها ميزة كبرى تطيح إطلال واسع على الجانب السوري وما يجري فيه من معارك ويؤكد أن السهل الممتد يعتبر ساحة معارك كبيرة تنتشر فيه عدة ميليشيات دينية متطرفة تتراوح بين ميليشيات حزب الله اللبناني حتى جبهة النصر التابعة لتنظيم القاعدة ويضيف بلير أن هذا التواجد المكثف للجهادين قرب الحدود الإسرائيلية يفسر منظور الناخبين الإسرائيليين في إعادة التصويت لرئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي ويعتبر بلير أنه في اللحظة التي يضغط فيها الجهاديون ويقتربون من الحدود أكثر من أي وقت سابق فإن ملف الأمن وتوفر عنصر القوى في المرشح الانتخابي يعتبران عناصر جذب للناخب الإسرائيلي ويضيف أن عناصر جبهة النصر التابعة للقاعدة يسيطرون على المساحة الملاسقة لنقطة المراقبة الإسرائيلية بشكل مباشر وهو ما يوضح ويفسر القلق الإسرائيلي أكثر من أي موقع آخر ويوضح أيضا أن القوات النظامية السورية لم يعد لها وجود في المنطقة إلا في أحد المباني الحكومية حيث يتحصن الجنود ويحصلون على طعامهم وشرابهم من الامدادات التي تجلبها لهم المروحيات أسبوعيا نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية موضوعا عن تنظيم الدولة الإسلامية تحت عنوان الحياة تحت حكم الدولة الإسلامية التنظيم مستمر طالما استمر التفوق أو تفرق أعدائه الموضوع الذي أعده باتريك كوبرن هو عبارة عن الجزء الخامس من سلسلة مقالات توضح بنية التنظيم وكيفية سير المعارك التي يخوضها ونقاط القوى والضعف ويقول كوبرن أن التنظيم ربما يكون قد توقف مؤخرا عن التمدد والسيطرة على مزيد من الأراضي لكن في الوقت نفسه لم تفلح الضربات الجوية التي استمرت عدة أشهر في تقليص الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا العام الماضي ويوضح أن 2500 ضربة جوية وجهت للتنظيم حتى الآن أثرت على البنية التحتية في الأراضي التي يحكمها وعلى مواقعه العسكرية وإمكاناته الاقتصادية وينتقل كوبرن المقارنة بما يجري في تكريت حيث يشن أكثر من 25 ألف جندي عراقي مدعومين بمقاتلي الميليشيات الشيعية هجوما مستمرا على المدينة دون أن ينجحوا في السيطرة عليها حتى الآن رغم أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تؤكيد أن عدد مقاتلي تنظيم الدولة في هذه المدينة الصغيرة لا يتعدى بضعة مئات ويعتبر كوبرن أن معركة تكريت توضح بجلاء أهم أسباب قوة تنظيم الدولة الإسلامية وهو تفرق أعدائها ويوضح أنه في هذه المعركة يشارك في قوات الهجوم نحو 20 ألف مقاتل متطوع ضمن الميليشيات وهم يقاتلون بدعم وإشراف من القيادة الإيرانية وقيادة إيرانية خالصة وبقية القوى المهاجمة هم جنود عراقيون نظاميون وبينما يطالب هؤلاء بدعم جوي أمريكي تقول واشنطن إنها لم تتلقى طلبا بذلك وإنها لا تشن غارات جوية حاليا لدعم التقدم البري نحو تكريت ويقول كوبرن إن واشنطن تخشى من أن تتحول طائراتها إلى مدفعية جوية تدعم التطهير العرقي الذي تقوم به الميليشيات الشعية ضد السنة في العراق ويخلص كوبرن إلى أنه باستطاعة التنظيم أن يجند ويدرب ويسلح الألاف لكن استمراره يتوقف فقط على مدى وحدة أو فرقة أعدائه أو فرقة أعدائه وإمكانية أن يقوموا بشن حرب يقطيعون فيها أجزاء من أراضيه صحيفة السعر التركية نشرت مقالا للكاتبة حليما كوكتشا تحت عنوان سوريا ستكون مقبرة لأوباما أكدت فيه أنه منذ تحول العصيان في سوريا إلى حرب داخلية وحتى الآن قامت كل الدول والعناصر الفاعلة التي كانت تقف إلى جانب المعارضة بتغيير دورها ومكانها باستثناء تركيا ملمحة إلى أن هناك انتقادات وجهول تركيا تحذرها من نفوذ وقوة إيران في كل من سوريا ولبنان والعراق لكن هذه الانتقادات تختلف تماما عن تلك التي تتحدث عن تغيير نظرة كل من أمريكا وتركيا إلى المعارضة عندما بدأت الثورة السورية وحتى الآن ونوهت الكاتبة إلى أنه من خلال التذكير أن إيران تبني سياستها الخارجية على أساس الطائفية الشيعية وبالتذكير كيف أنهم استخدموا وأحلوا كل المحظورات من أجل الوصول إلى الشيعة في لبنان ندرك تماما كيف تسعى إيران اليوم إلى نشر التشيع من خلال الحرب والقوة وشن العدوان على دول المنطقة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن ولفتت الكاتبة إلى أنه أصبح من الواضح جدا الأهداف والأطراف التي تخدمها داعش من خلال تقوية وجود الأسد وإيجاد أسباب من أجل مشاركة كل العناصر الفاعلة في المعمعة والفوضى القائمة منوها إلى أن هذه الأطراف تحاول استخدام داعش من أجل فرض الهيمنة والسيطرة مجددا على تركيا لكن هذه الألعوبة أصبحت واضحة ولا تعني لنا أي شيء وخلصت الكاتبة إلى أن حقيقة لمفر منها وهي أنه كما كانت العراق مقبرة لبوشي الأبن فإن السوريا على ما يبدو ستكون مقبرة لأوباما والديمقراطيين نطالح في صحيفة العرب الصادرة من لندن مقالا لعديد نصار تحت عنوان سوريا آن للنهر أن ينطفض لمجرح أشار فيه إلى أن أربع سنوات على انطلاق ثورة سوريا شهدت على مدى العداء الذي يكنه نظام الأسد للشعب السوري والذي تجلى حقده بهذا الكم المرعب من الجرائم الدموية وهذا الكم المذهل من الدمار والتهجير الكثيف لهذا الشعب وعلى مدى العداء الذي أظهره النظام العالمي لأي بادرة تعبر عن تغيير لحقيقة تبادر إليها الشعوب بإرادتها الحرة وعلى الكثير من الأحداث والتطورات من تشكل قوى وانهيار أخرى وانكشاف قوى على حقيقتها ولفت الكاتب إلى أن هذه الأربع سنوات أكدت أن النظام العالمي بكل قوة أنظمة ومؤسسات شرقا وغربا الدعمين الصادقين لنظام الاستبداد الدموي والمدعين كذبا صدقة الشعب السوري كافة يتملكهم العداء الصارم لأي محاولة يبادر إليها الشعب حرا لتحديد خياراته وتقرير مصيره وبناء مستقبله ولو على بحر من الدم والدموع مضحا أن الشعب السوري لم يكن أبدا في وارد ما آلت إليه الأمور اليوم فكان له أن يتحول إلى أمثورة لسائر الشعوب في الطاعة والخضوع لطغيان المستبدين ولكنه اليوم وبعد كل هذه التضحيات أكثر إصرارا على نيل حريته كاملة إذ لا يعقل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل آذار 2011 مهما كانت التوافقات والمشاريع التي ترمي إليها القوى العالمية والتي لم تكن يوما لتصب إلى ضد مصالح الشعوب وطموحاتها المشروع وخلوص الكاتب لأنه بعد أربع سنوات على انطلاقة الثورة تتساقط المشاريع والإجندات والخلفاء والقوى الجهادية والمعارضات داخلية وخارجية يتساقطون جميعا بعد أن تركوا الشعب السوري وحده في مواجهة الجلاد بل بعد أن حاصروه ومنعواه لا فقط الدعم الإنساني والفعلية بل حتى دعم الشعوب والقوى الحية حول العالم من خلال حملات تضليل المتواصلة دون توقف جريدة حبر نشرت مقالا لمحيدين راشد بعنوان تعددت الألوان والشعب واحد ويرى الكاتب بأن العالم بأكمله اتحدى لقمع ثورتنا المباركة وتكالبت علينا الأمم بينما نحن في حالة تفرق وشتت تعدد وضياع وألوية وكتائب عديدة لم تعرف طعم الوحدة منذ أربع سنين وإلى الآن فما زال التفرق يدمرنا إلى أن تجرعنا كأس العلقم وأصبحنا ضعفاء منهزمين يقتلوا بعضنا بعضا كم أبكان ذلك الخبر الذي قرأته على الشريط الإخباري حلب تحاصر والثوار يقتتلون في إدلب ويطيف الكاتب نعم إنه التعصب والتكبر إنها القبلية والجاهلية يا له من واقع مرير ها هم الطغاة والمجرمون في كل بقاع الأرض يتحدون على كلمة واحدة جيشهم واحد رأيتهم واحدة خططهم واحدة قلوبهم واحدة هدفهم واحد على الرغم من أن دينهم ليس واحد لقد استكملوا عناصر النجاح وجاءوا يحاربوننا بأقوى الغدة والعتاد أما نحن فقد استكملنا عناصر الفشل بأكملها للأسف فجيشنا كتائب متفرقة قادتنا لا تعد ولا تحصى تعددت ألوان الرايات وكأنها ألوان الطيف لكل جندي خطة قلوبنا متفرقة أهدافنا عديدة نخبؤ السلاح والعتاد تحسبا لأي محظور فيما بيننا شهداؤنا بلا ثمن وما أكثر المجاهدين بالله عليكم أي نصر ترجون وعن أي فوز تتحدثون أنسيتم ملايين اللاجئين في المخيمات تحت المطر والبرد الشديد ينتظرون نصركم أنسيتم ألاف المهجرين والمغتربين الذين ينتظرون نصركم ليعودوا إلى بيوتهم أنسيتم صرخات الثكالة وبكاء الأرامل واليتامة أم أنها لم تعد تعنيك ويختم الكاتب القول اتقل لها في هذا الشعب المظلوم توحدوا تحت راية واحدة جيشوا جيشا واحدا جهزوا الخطط وأعدوا العدة والعتاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة